انا بكم من جديد وفي محوارنا الثاني لهذا المساء دعوات حقيقية اليوم لإعادة تقييم المركزية ضرورة وجودها من عدمه من جهة ومن جهة أخرى إبقاؤها كما هي أو التطوير عليها هذه التجربة دعتنا لكي نسأل المواطنين عن مجالس المركزية في محافظاتهم هل أحدثت فرقا أم لم يكن لها أي إضافة نتابع سويا النظام اللامركزي في الأردن في السنة الثانية من تطبيق هذا القانون وهذا النظام لا زال هذا النظام يراوح مكانه خصوصا وأن مصنع القرار والتنفيذ القرارات لا زالت مغيبة نوعا ما الذي جاء من هذا القرار والجاء من هذا النظام الحقيقة اللي هو توزيع المهام وتفويض السلطات وتفويض المهام لكن حقيقة لم نرى الكثير قانون اللامركزية غير منصف أولا ثانيا الأشخاص اللي انتخبناهم للأسف الشديد مش لكل شغال اللي بتلاحظوا الآن في محافظة الطفيلة القانون اللي أقروا عندنا بالمحافظة سواء بس لطلاب المدارس أي إشي بخص المرأة أو الشباب ما في عندنا أي نشاط لهم أو فعالية غير هيك إحنا بنتمنى بنتمنى لهم تقريبا أكثر من سنتين مجرد اجتماعات فقط وجود أشخاص زي ما بنحكي شوفيني يا بنت العم بس إنه إحنا اللي انتخبناهم فقط لا غير أعتقد أنه قرار المركزية كانت من القرارات الرائدة في مجال العمل الخدمي في الأردن لكن للأسف عند تطبيق هذا القرار واجه الكثير من الصعوبات وخاصة في تنفيذ هذه القرارات لأن القرارات تعود دائما وأبدا إلى مركز المحافظة أو إلى المركز في عمان لأخذ الموافقات منها أيضا إلى عدم فهم هذا القانون بصورة صحيحة لأن هذه القوانين يصبح تداخل بين عمل هذه المؤسسات في بعضها تجربة اللامحة إذن كانت هذه آراءة مجموعة من المواطنين وللحديث أكثر في تفاصيل هذا الموضوع نرحب بضيفين الكرام الأستاذ علي الحجاحجر رئيس اللجنة الإدارية النيابية أهلا وسهلا بك سعاتك وأيضا الأستاذ محمود عفيف رئيس مجلس محافظة جرش أهلا وسهلا بك ساعتك أبدأ معك استمعت إلى مجموعة من المواطنين هناك من تحدث عن كون القانون غير منصف توزيع المهام تقويض السلطات ومجموعة من الأمور ولكن إذا ما أردنا تقييم هذه التجربة فكيف تتم أو بناء على ماذا يتم تقييمها ومن هي الجهات المسؤولة عن ذلك صحيح شكرا استغادة على الاستضافة شكرا أهلا بك بصراحة أول شيء حتى نكون منصفين المفروض ما نلقي اللوم كله على أعضاء اللامركزية نعم التجربة الجديدة سنة ونصف القانون ما كان واضح القانون بالعكس القانون يمكن أن نتحدث اليوم كان عن نورشة كان فيه القانون تقريبا فيه 46 مادة يمكن مادة واحدة فقط تتحدث عن مهام المجالس المحافظات نعم البقية عن تنظيم وعن الانتخابات وعن أوراقها وعن كذا وحتى عن دور مجالس تنفيذية مش أكثر عن دور مجالس المحافظات الطريق غير ممهد أمامهم يشقوا طريقهم يمكن يجتهد بعض الأشخاص وأنا أجزم أنه عمل مجالس المحافظات في كل محافظة يختلف عن العمل الآخر اليوم لأن الرؤية غير واضحة فكل واحد منهم يجتهد نعم ما رح أتحدث كيرا أن زميلي الأستاذ محمود رح يحكي عن هذا الجانب لكن اليوم بعد سنة ونصف نحتاج إلى كثير يعني بعد هذه المراجعة وهذا التقييم على أرض الواقع وعلى الجانب القانوني وعلى المشاهدات وعلى التطبيق في الدول الأخرى بالجانب المقارنة صحيح مع خصوصية المجتمع الأردني الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة ويحتاج إلى تأني ويحتاج إلى إعادة دراسة وإعادة تقييم يعطاء مزيد من الصلاحيات ودور مهم كثير صراحة قبل أن نتحدث عن المركزية عن اللامركزية وعن مجالس المحافظات علينا أن نتحدث عن ضرورة أن تفوض مزيد من الصلاحيات من المركز في عمان ومركز الوزارات إلى الدوائر التنفيذية في المحافظات حتى مجلس المحافظة أو رئيس المجلس أو مندوب المجلس عندما يتحرك ويذهب إلى مدير مديرية في إحدى المحافظات يكون عنده هناك مزيد من الصلاحيات فهنا تظهر قيمة عمل المجالس المحافظات أنا عندما ألتقي مع المجالس التنفيذية ويكون عندها صلاحيات واسعة وصلاحيات شبه مطلقة على الأقل في جوانب محددة يكون هنا يبرز دور مجالس المحافظات الحقيقي الجانب الآخر اليوم بعد هذه المراجعة الطويلة سنة نصفا أعتقدها هي مراجعة طويلة لأنه تمرين طويل بصراحة على أرض الواقع يحتاج أعضاء مجالس المحافظات إلى التدريب الحقيقي ورش العمل الحقيقي المتخصصة سواء في الجوانب الإدارية في جوانب استقطاب الاستثمارات في جوانب كتابة المشاريع الأصل الآن تدير وزارة التنمية السياسية لأنها المعنية بملف مجالس المحافظات وتدير مع الشركاء المختلفين سواء مؤسسات المجتمع المدني سواء مع الجامعات المختصة مع الوزارات المعنية أن تعقد ورش عمل مستمرة متخصصة لأن أعضاء المجالس المحافظات عندما انتخبوا وهذا طبعا في جانب دستوري أنه لا يتم توجيههم أنه شرطا يحصل على كذا هذا مشوارد فلذلك عندما يحضر أو يلتعم أعضاء مجلس المحافظة ويلتقوا مع بعضهم يحتاجوا إلى بعض المهارات أو كثير من المهارات وبعض التخصصات مثل مثلا المالية الجانب التسويقي كما أسلفنا كتابة المشاريع كتابة البروبوزر حتى تقدموا وتستقطب مشاريع من منظمات أخرى كيف تدرس الجدول الاقتصادية لبعض المشاريع ما هي أولويات المحافظة الخروج من الجانب الخدمي إلى الجانب التنموي وهذا هو ما تطلب وهذا هو حقيقة صلب عمل مجالس المحافظات اليوم يحتاج الموضوع إلى أو القانون اللامركزية بعد هذه التجربة إلى مزيد من المراجعة يحتاج إلى مزيد من الحوار مزيد من النقاش اليوم كنا في جلسة حوارية كان موجود أخواننا من أعضاء اللامركزية موجود وزارة الداخلية وزارة التنمية السياسية وزارة البلديات وزارة التخطيط ومن الخبراء المختصين في هذا المجال كان نقاش تاري وحوار واسع وكان هناك كثير من النقاط والمفاصل التي تم الإشارة لها وضرورة تبنيها في المرحلة القادمة وقبل أن نخوض في مزيد من التفاصيل وأنتقل هنا إلى ضيف الكريم الأستاذ محمود ولكن في نقطة بالتحديد فيما ذكرته هذا التداخل في هذا الملف بين مجموعة من الوزرات حدث عن وزارة التنمية السياسية وعليها أن تتولى التدريب هناك أيضا تحدث عن ملف الذي يقع نهاية ضمنه مسؤوليات وحدود والسلطات وزارة الداخلية وهناك وزارة أيضا الشؤون السياسية فهذا الدمج ألا يشكل عائقا في خطوات التنفيذ التي تحدثت عنها قبل قليل؟ صحيح هو حكما كان أصلا مرتبط مع وزارة الداخلية أنتقل الملف من وزارة الداخلية وأنطب وزارة التنمية السياسية والبرلمانية الآن لا نتحدث تحديدا عن من يتبع هذا طبعا هذا ضرورة وأحدث كثير من الإبراك أنه يتبع مرة لوزارة الداخلية ثم يتبع إلى وزارة التنمية السياسية نعم وخاصة أن هناك مجموعة من القرارات التي تتقع وتترتب على ذلك 100% والقانون أقر سابقا وقر بنانا على ارتباطه بجهة معينة واليوم انتقل إلى جهة أخرى أنا بقول الموضوع الأخطر من هذا والذي يحتاج إلى توضيح كثير توضيح في المهام وتوضيح على أرض الواقع تداخل المهام والصلاحيات على أرض الميدان يعني اليوم بصراحة نوم أنه في أنه مجالس محلية للبلديات في أنه مجالس محافظات اللي هي اللامركزية في أنه مجالس تنفيذية اللي هي المحافظة والدوائرة التنفيذية هذه حتى وإضافة إلى ذلك مجلس النواب يعني هناك تداخل في المحافظات بين كثير من المهام اليوم حتى يلتبس الأمر على كثير من المواطنين وهناك تكرار للعمل يعني كثير من المطالب أو الخدمات أو النواحي الإجرائية في المحافظة يتوجه فيها المواطن إلى البلدية نفس العمل يتوجه به إلى مجلس المحافظة نفسه يتوجه به إلى النور ما هذا يؤثر على الفعلية؟ بالضبط فهذا يؤثر بصراحة وهناك عمل ضائع يعني جهد ضائع غير واضح اليوم مطلوب المرحلة هاي وحتى تمتهي المرحلة القادمة أن تكون المهام واضحة حتى ينطلق مجلس المحافظة يعمل بما هو يعني وفق رؤية ومنهجية واضحة ويتفرغ غيره لمهامها نعم أشكرك أنتقل إليك أستاذ محمود يعني في ذات الندوة التي تحدث عنها سعادته كان لك مداخلة وهذه المداخلة لخصت المشهد وتحدثت عن أبرز التحديات لربما قد يقع بعضها فيما ذكر سعادته وهناك تحديات أخرى لم يلمسها كل من يشارك في هذه التجربة على الأرض نعم أختي أنا أول شيء بشكركم بشكر قناة رؤية ونبض البلد على الدعوة الكريمة نحن بالنسبة للامركزية أنت تعرف أن اللامركزية رؤى جلال سيدنا ومشروع جلال سيدنا والامركزية حقيقة حتى يعرفوا الناس كلهم فيه شيء اسمه مفهوم عامل اللامركزية اللي كان بدويا جلال سيدنا أصلا اللي هو توسيع المشارك الشعبية في اتخاذ القرارات الحكومية نعم المتعلقة بالمشاريع التنموية والخدمية لتحقيق العدل والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية وفي اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية لتخفيف نسب الفقر والبطالة داخل المحافظة ولكن إذا بدنا نرجع لقانون اللامركزية قانون اللامركزية اللي للأسف أنا بقول وضع على عجالة يعني قاعد عشر سنين جلال سيدنا أتى بالمشروع في سنة 2005 صدر القانون من مجلس النواب وصادق على جلال سيدنا بال2015 يعني عشر سنين أنا بعتبره على عجالة على عشر سنين على عجالة القانون ما بخض عشر سنين ولكن برضو طلع إنه بقانون زي ما حكى زميل الدكتور طلع بقانون في تقريبا 47 مادة منهن عشر مواد بتكلم عن اللامركزية و37 مادة بتكلم عن انتخابات مش بحاجة ومنهن مادة تيام بتكلم عن تعريف المصطلحات القانونية القانون لا يلبي رؤى جلال سيدنا إذن أنت ترى التحدي الأكبر بالقانون بحد ذاته طبعا منهن عامل من أحد عوامل هذه التحديات هو العامل الأساسي لأنه أي مشروع في الدنيا يرتبط نجاح وفشل بالقانون اللي بحكمه في الأساس القانون هو الأساس ولكن فيه أمور أخرى غير القانون يعني إحنا القانون تحدثنا بي كثير وقدمنا يعني أنا قدمت لوزارة الشؤون سياسي برضو مشروع تعديل للقانون لكن إحنا برضو في عندنا أمور أخرى فيه أمور أخرى أمور لوجستية زي الأدوات والإمكانيات اللي لازم تتوفر ليس بس لمجلس المحافظة أنا قاد بحكي عن اللامركزية للأسف الناس بيتحدثوا عن مجلس المحافظة على أساس هو اللامركزية نعم هناك أيضا هذا جانب آخر يعني لا يوجد تفريق بين هذه المنظومة التي ينبغي تطبيقها على هذا الواقع بحدافيره بالضبط اللامركزية هي أربع مجالس مجالس محلية مجالس بلدية نعم مجالس تنفيذي آخر مجلس اللي هو مجلس المحافظة فإذا أنا بتحدث لما بتحدث بتحدث عن المركزية بتحدث عن أربع مجالس الآن أنت يفترض توفر الإمكانيات والأدوات للمجالس الأربع حتى تتمكن من العمل لا المجلس المحافظة عنده إمكانيات وأدوات ولا المجلس التنفيذي الآن في آخر قرار اللي يأخذوا الحكومة برفع العطاءات من 200 ألف دينار إلى 2 مليون ماشي كويس رفعنا إلى 2 مليون داخل المحافظات بس هل مديريات الموجودة داخل المحافظات عندها إمكانيات فنية لطرح عطاءات بقيمة 2 مليون دينار لا وراح تفشل الأمور لأنه ما عندهم إمكانيات لوجستية مجالس المحافظات برضو ما عندهم إمكانيات لا مقرات ولا مكاتب ولا 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 شغلات كثير يعني فإحنا منقول الآن في الجانب الآخر اللي هو الجانب الثالث الجانب الحكومي وهذا مهم جدا نعم أنت بتعرف المركزية هو يعتبر جسم غريب داخل الكيان الأردني وجسم إحنا منقول جسم الإنسان إذا دخل به شيء غريب الجسم بيبلش يقاوم به بحارب فيه نعم بحارب فيه إما أنه بيطلعه خارج الجسم أو أنه بيتأقلم معه فالآن اللامركزية هي جسم غريب داخل الكيان الأردني الكل بيقاومها فيه لها مقاومة من الجميع وهذا وضع طبيعي ليش؟ لأنه أنت إجا للمركزية عشان تخذ صلاحيات من هون وصلاحيات من هون وصلاحيات من هون وبطبيعة الإنسان يحب دائماً يحافظ على صلاحياته وعلى سلطته مش يمنح على غيره فالحكومة لغاية الآن مش مع ترفة بإشي اسمه مجالس محافظات الآن عندك الوزراء المجلس الوزراء لما بيجوا على المحافظات بيجوا بعض الأوقات بزيارات فجائية وبرجعوا نتحدث هنا عن من؟ مرة أخرى لو سمحك الوزراء الوزراء نعم بيجوا على المحافظات بزيارات فجائية وبرجعوا طب الوزر بيقدر ينفذ أي مشروع بدون الرجوع إلى مجلس المحافظة وتخصيص مبالغ من موازنة المحافظة لا إذن يفترض بي يعترف أنه أنا كمجلس محافظة الشريك الفعلي إله يعني الآن أي وزير من الحكومة ما بيقدر ينفذ أي مشروع داخل المحافظة بدون الرجوع لمجلس المحافظة وتخصيص مبالغ طلبنا لأكثر مرة مقابلت بعض الوزراء في الحكومة في منهم متعاون ومتقبل الفكرة في منهم مش متقبل الفكرة طالما أنه في عدم تقبل الفكرة مستحيل الفكرة تنجح نعم يجب تقبل الفكرة بالإضافة للبلديات عندك بلديات متعاونة عندك بلديات غير متعاونة القانون زي ما حكيت لك كله عشر مواد أول مادتين تعريف لبعض المصطلحات القانونية المادة الثالثة تحكي عن صلاحيات المحافظة بصفة محافظة وصفة رئيس المجلس التنفيذي المادة أربعة تشكيل المجلس التنفيذي المادة خمسة صلاحيات المجلس التنفيذي المادة ستة تشكيل مجلس المحافظة كيف تشكيله المادة ثمانية آسف صلاحيات مجلس المحافظة الآن لو رجأتي للنصوص النصوص في منها نصوص فيها غموض أنا كرجل قانون بفسر شكل وممكن أن تفسريها بشكل مختلف تحمل تحت مطاطة كالمصطلحات القانونية الأخرى التي توجد في كثيرا من البنود القانونية الأخرى عليش أسمح لي أستاذي سنتوقف بس مع فاصل قصير ثم نعود للحديث في تفاصيل هذا الموضوع أهلا بكم من جديد نتابع في حلقتنا هذا المساء الحديث عن اللامركزية ودعوة إلى التقييم أستاذة محمود كنت تتحدث عن القانون بالتحديد قبل الفاصل إذا أردت أن تستكمل ملاحظتك بعجلة أنا أريد أن أحكي بس نقطة واحدة القانون من ضمن بنوده أنا أبدأ أضرب أمثلة الغموض الموجود به اللي هي البند ثلاثة فقرة ألف من المادة الثمانية من قانون المركزي رقم 49 اللي هي بتنص على كيفية الإطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لبلديات المحافظة الآن النصة ضئي جغامط طب أنا بدي أطلع شو الإجراء اللي ممكن أتخذ بعد الإطلاع شو ممكن أعمل ولا أطلع وخلص وانتهينا هاي نقطة النقطة الثانية بديك يكون فيه نوع من الالتزام يعني أنا خاطب تقريبا من أكثر من سنة أو عشر شهور بلديات المحافظة الخمسة عندي محافظة جرش إنهم يزودوني بالموازنات حتى أطلع عليها لغاية الآن لقبل أسبوعين زودوني ثلاث بلديات وثنتين لغاية الآن ممتنعين عن تزويد الموازنة طب الآن البلدية رفضت ممتنع يعني أو تأخر مش ممتنع أنا من عشر شهور بطلب بيهم عندك موازنة 2017 نصر عندي موازنتين للبلديات بالزمن المجلس نعم 2017-2018 بدي أطلع كيفية تنفيذهم أنا طالبت قابلوا بال2017 والآن طالبت بال2018-2017 الآن ثلاث بلديات أرسلوا الموازنات ثنتين لغاية الآن مش مرسلين إمتى بدهم يرسلوهم إذن يعتبر ممتنع عدم إرسالهم عدم التجاوب ومخاطبتي أكثر من 6-7 مرات عشر مرات يعتبر من قبيل الامتنع الآن أفرضي أنه بلدية امتنعت طب أنا شو أقدر أتخذ إجراء مع البلدية مظبوطا لا هاي نقطة بالنسبة للقانون بديش أتطرق للقانون لأنه بحاجة لوقت طويل جدا فيه نقطة أخرى اللي هي الإجراءات الحكومية التعليمات الموجودة بالوزارات يجب تعديلها عندك أنت مثلا بدي أضرب لك مثال زي وزارة الأشغال هل تعلمي أنه يوجد كتاب بيها وتعليمات أنه الطرق الموجودة داخل المحافظات التي سعتها أقل من 20 متر تفتح على حساب المالك أو المستثمر طب هل هذا من المنطق المستثمر إذا أنا بدي أجيبه وأقول له بدك يفتح الطريق على حسابك أنا قاعد بطفش ومش بجذب الاستثمار على الرغم أنه جذب الاستثمار هاي صلاحيات برضو مجالس المحافظات ولا مركزية برضو المالك نفس الوضع بالإضافة أنه في نقطة مهمة جدا البلديات أي شارع داخل حدود البلدية أقل من 20 متر بتخذ عنه عوائد تعبيد وعوائد تعبيده ليه ثمن للزفت اللي تم تعبيدها طب كيف أنا البلدية بتخذ مني ثمن التعبيد وما بتعبد نقطة جوارية يعني أنا ليش أنا كمالك أروح عبد أنا على حسابي وترد البلدية تخذ مني ثمن التعبيد نعم نقاط مهمة يعني تحدثت بها وسأعود إليك ولكن يجب أن أعود أيضا إلى ساعته يعني ساعتك هذه مجموعة من الأمور التي لك إذا كان تعليقا ترد عليها ولكن أضف إلى ذلك نحن نتحدث عن القانون وعن الجوانب الحكومية وعن الجوانب المجتمعي بشكل عام وعن كون هذه التجربة الجديدة ولكن هناك من يتحدث أيضا عن كفاءة أعضاء المجالس المنتخبة هل هي ذات معيار حقيقي أم لا؟ ستي أول شيء التجربة حكمة هي تجربة جديدة صحيح هو يعني إحنا عمر الدولة ليس جديدا لكن القانون جديد وشئنا ما بين ثقافتنا تعيق للعلم تعيق كثير من تقدم هذا الفكرة وهذا المشهر اليوم القانون يحتاج إلى تعديل بموازاة هذا يحتاج قانون البلديات إلى تعديل حتى يتوائم مع قانون مجالس المحافظات أو قانون المركزية في هذا الوضع الحالي كفاءة الأعضاء متفاوتة للعلم يعني أي جهة منتخبة ما دام لا يوجد هناك ضوابط لكيفية وما هي أهلية وما هي مؤهلات وكفاءة الشخص المنتخب إذن الأمر متروك للناخبين فهما تماما هو مجلس المحافظات مثل مجلس النواة مثل البلديات قد يختار الشخص الكفو وقد يختار الشخص غير الكفو لهذا الموقع أنا بقول مجلس المحافظة يحتاج أنا ليش قلت لك بالبداية يحتاج إلى تدريب أعضاء المجلس يحتاج إلى تدريب وتأهيل القضية تحتاج هون هي قضية تنموية أكثر تحتاج إلى مهارات أكثر من اختصاص ونقول أدعو تحدث أخي محمود عن موضوع دعمهم في الخدمات اللوجستية والموظفين والكادر المساعد حتى يغطي هذا النقص وهذه الاحتياجات يعني يحتاج إلى الدراسات يحتاج إلى زي ما قلنا دراسات الجدوى يحتاج إلى الأرقام والمعايير وتوظيف هذه الأرقام لخدمة المنطقة وخدمة القضية التنموية فاليوم كثير من الدول اللي طبقت هذا المشروع وهذه الفكرة من عشرات السنوات لا زالت اليوم هم هذا بلسانهم لا زالوا لغاية الآن يقعوا بكثير من المطبات خاصة في ظل وجود هذه التداخلات يعني مثلا أنا في منطقة معينة كل عمري وأنا ارتباطي مع البلدية في هذه الخدمات وإذا احتاجت خدمة معينة أطلوها من النائب اليوم دخل عيني مجلس المحافظة وين دوره فالرؤية غير واضحة بالنسبة لأعضاء المجالس المحافظات اليوم والرؤية غير واضحة للمجتمع المحل نفسه وغير واضحة للدوائر يعني أنا أجزم حكما أنه هناك في عدم وضوح رؤية ما بين المحافظات والدوائر مراكز المحافظات والدوائر التنفيذية مع مجالس المحافظات ومع البلديات ومع مجالس النواب إذن هذا التداخل هو يربك العملية ويربك التجربة سألت سؤال أنه هل المشكلة بالقانون لغيره القانون جانب من هذه الأشياء جانب ودعما أنه في مقولة تقال وأنا أحب أكررها في هذا الجانب يقال أنه مهما كان القانون حسنا لا يستطيع أن يجعل من الشخص غير الحسن إنسان حسن بحكيها بعمومها بأيام لا أقصد جيها معينة ولكن يستطيع الشخص الغير حسن أو السيء لا سمح الله أن يجعل من أحسن القوانين أسوأها إذن نركز على المورد البشري وعلى الإنسان الذي يديرها هذه العملية مجالس المحافظات تحتاج إلى تفويض صلاحيات تحتاج إلى أعطاها مزيد من اللامركزية الحقيقية بالتوازي مع هذا يجب أن تفويض مزيد من الصلاحيات من مركز الوزارة في عمان إلى المحافظات حتى تنهض بهذه العملية وتعطي فعلا حتى يكونوا مؤهلين لتنفيذ هذه العطاءات وهذه الأرقام أنا يمكن أن أقول بعجالة أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب مجلس النواب عموما تبنينا ومش تبنينا أخذنا على عتقنا إن شاء الله تعالى سنقوم بمزيد من الجولات واللقاءات مع المختصين وجولات على المحافظات ونلتقي بأخواننا في أعضاء مجالس المحافظات حتى نأخذ هذه الملاحظات لأن بالمحصلة قانون اللامركزية سيمر على مجلس النواب وسيقر مجلس النواب ويناقش مجلس النواب حتى نأخذ هذه الملاحظات وهذه المعلومات من أصحاب الإختصاص ومن أصحاب التجربة سنقوم بجولات ولقاءات مختلفة ونأخذ بهذه الملاحظات إلى المجلس إن شاء الله تعالى أشكرك أستاذي بقي لدينا دقيقة من الوقت تقريبا على كل ما أضافوا ساعاته ماذا نحتاج أيضا حتى تنجح هذه الأجربة؟ شوفي أختي أحكي لك شغلي بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات أنا أكد أنه كلهم خبرات ومجلسنا يعتبر فسيف ساء من الخبرات فيها المالية فيها الموازنة فيها الاقتصاد فيها القانون فيها كل اختصاصات موجودة فهم مقادرين على تحديد احتياجات المحافظات وتحديد الأولويات مجلس المحافظة هو دوره دائما الإقرار التنفيذ ليس اختصاص مجلس المحافظة والمشكلة كانت في السنة الأولى نحن لغاية الآن سنة فقط لغير من عمر المجلس هي في التنفيذ وليس في الإقرار يعني المشكلة مش عندنا أصلا هي المشكلة بالمجلس التنفيذي لكن المجلس التنفيذي أصلا مربوط بالمركز ما زالت لغاية الآن حسب القانون القانون اللامركزية لا يوجد لا مركزية بل في بعض الأحيان مركزية المركزية نحن نتحدث عنها فالآن النقاط الجوهرية اللي لازم يتم سنقول على عجالة بشكل دقيق نعم لم يبقى الكثير من الوقت أرجوك نقاط لتقييم اللامركزية اللامركزية طبعا نحن نعرف أنها تتطور بالتدريج ما بتجي دفع واحدة الآن تعديل القانون اللامركزية بعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات تعديل القوانين المرتبطة بقانون اللامركزية ثانيا ليس تفويض صلاحيات وإنما نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات ثالثا توفير الأدوات والإمكانيات لمجالس المحافظات والمجلس التنفيذي أشكرك كل شكرا لأستاذ محمود عفيف رئيس مجلس محافظات جرأش وأيضا سعد علي الحجح جرأيس اللجنة الإدارية النيابية شكرا جزيلا لك إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم في حلقة مقبلة للقاء اشتركوا في القناة